موسيقى أسعد الله أوقاتكم متابعي فضائية العلاقة التربوية بدرس جديد من الدروس الأسبوعية لتقديم الاختبارات لمادة الرياضيات لطلبة الصف الخامس العلمي بالفرعين الأحيائي والتطبيقي نقدم هذا الدرس لهذا اليوم بآلية الاختبار تكملة الفصل الأول اللغة ارتماد ثم الانتقال إلى الفصل الثاني وهو المتتابعات أعزائي الطلبة قمنا بإعداد اختبار بسيط جدا بالنسبة للفصل الأول والفصل الثاني بجزء من الفصل الأول اللغة ارتماد والفصل الثاني ضمن المادة المكيفة ألا وهي الأوساط الحسابية ومجموعة المتتابعة الحسابية وإن شاء الله إذا تمكننا الانتقال إلى المتتابعة الهندسية بالأسابيع القادمة ما يتعلق بالنسبة السؤال الأول ألا وهو جد قيمة كل من السؤال الأول ألا وهو أعزائي الطلبة سوف يكون بآلية وهو لغارتم 4 للأساس 3 وزائد لغارتم 9 للأساس 2 زائد لن ال 20 والنقطة الثانية ألا وهو 1 على لغارتم 42 للأساس 6 زائد 1 على لغارتم 42 للأساس 7 علما أعطيناك أعزائي الطلبة بعض القيم بعض القيم لكيفية مساعدتك بإيجاد القيم الحسابية بالنسبة للغارتمات وهنا درسنا بالدروس السابقة اللغارتمات الاعتيادية سوف نتكلم في درسنا لهذا اليوم جزء من اللغارتمات العشرية واللغارتمات الطبيعية فبالنسبة لأعطاك بعض القيم أما بالنسبة للسؤال الثاني ذكرنا به إذا أدخلنا سبعة أوصات حسابية بين 3 و 27 فما هذه الأوساط الحسابية أما في السؤال الثالث جد مجموء الحدود السبع الأولى للمتتابعة الحسابية التي حدها الأول 12 و حدها الخامس 10 68 أما السؤال الرابع متتابعة حسابية حدها الثاني يساوي 9 و حدها ما قبل الأخير وهو 34 و عدد حدودها 10 جد مجموء هذه المتتابعة الحسابية أما السؤال الخامس لتكون أعطيتك متتابعة عزيز الطالب و نوهت على أنه هذه المتتابعة حسابية فجد مجموعها زين كيفية حل هذه الأسئلة اللي يحتاج من عندك عزيز الطالب ألا وهو التأني بآلية الإجابة عن هذه الأسئلة ننتقل عزيز الطالب بسؤال الأول ألا وهو جد قيمة كل من ما ياتي لو ألاحظ هنا بالسؤال الأول و كيفية حل هذا السؤال اللي ذكر لي بيه ألا وهو لغارتم 4 للأساس 3 زائد لغارتم 9 للأساس 2 زائد لنا 20 كيفية إيجاد ناتج هذه القيم بأبسط الطرق هنا أريدك تنتبه عزيز الطالب هنا الأساس للغارتم هو ليس 10 الأساس 2 وهنا بهالحالة لا يمكن استخدام نوعا ما كقيم عددية للغارتمات العشرية فهنا رح أستخدم بعض خواص اللغارتمات ثم من بعد ذلك الانتقال لاستخدام آلة الحاسبة إن كان متمكن أتمكن من استخدام آلة الحاسبة أو إن كان أنا معطيك هذه القيم معطيك هذه القيم إذن أنا أقدر أستخدمها لإيجاد الناتج بشكل مباشر فهنا بهالحالة رح أستخدم قاعدة أولا قاعدة تبديل الأساس لذلك تلاحظ أنا معطيك عزيز الطالب لغارتم 3 اللي قيمته 0.4771 وللعلم هذه القيم هي كقيم تقريبية مختصرة أخذنا أول أربع مراتب من المراتب بعد الفارزة وكذلك أعطيتك لغارتم الاثنين لغارتم الاثنين وأعطيتك لن الاثنين وأعطيتك لن العشرة زين أحنا ما ننسى أيضا نذكرك عزيز الطالب أنه خواص اللغارتمات الاعتيادية هي نفس خواص اللغارتمات العشرية وكذلك خواص اللغارتمات الطبيعية هي نفس خواص اللغارتمات العشرية فهنا رح أستخدم قاعدة تبديل الأساس ليصبح لدينا إذن لو أبلش بالجواب عزيز الطالب رح يصبح عندي لغارتم شوف الأربعة مقسوما على لغارتم 3 زائدة أيضا هنا رح أستخدم قاعدة تبديل الأساس على وهي لغارتم 9 مقسوما على لغارتم 2 زائدة زيني هناش رح أستخدم لن العشرة لو تلاحظ أنا معطيك قيمة لن العشرة ومعطيك أيضا قيمة لن الاثنين زيني فهل عالش رح أسوي لقيمة لن الاثنين رح أجعله بصيغة أخرى حتى أستخدم الخواص رح يصبح عندي لين اللي هو اثنين مضروبين فيش قيد في عشرة لويش حتى أستخدم الخاصية اللي هو حاصل جمع عدد من اللغارتمات يساوي يساوي حاصل ضربهما للغارتم لنفس الأساس فهنا بهالحالة رح يصبح عندي ألا وهو لن الاثنين زائدا لن العشرة وأنا بالتأكيد أستطيع أوجد قيمة لن الاثنين معطات من ضمن المعلومات أسفل السؤال زائدا لن العشرة وأيضا لن العشرة معطاب من ضمن معلومات السؤال وثم من بعد ذلك أنتقل للعملية الرياضية يعني هنا يسألني الطالب بهالحالة رح أروح وين رح أروح أمسح وأنتقل بيش بآلية الجواب المباشر اللي عديناه إليك عزيز الطالب زين إش رح يكون السؤال وإش رح يكون آلية الجواب عزيز الطالب ألا وهو لو ألاحظ رح يصبح عندنا وهو لغارتم هنا ما وضحنا بالخطوات السابقة أصبح لغارتم أربعة مقسوما على لغارتم ثلاثة زائدا لغارتم تسعة مقسوما على لغارتم ثنين زائدا لن ثنين في عشرة بعد ذلك شو رح يصبح عندي عزيز الطالب هنا حتى أتمكن من استخدام هذه الخواص رح أجعل اللي هو لغارتم الأربعة بصورة أخرى وهو على صورة اثنين مرفوع للأس اثنين وكذلك التسعة أجعلها على صورة ثلاثة مرفوعة للقوة ثلاثة وهنا استخدمت خواص اللغارتم الطبيعي فأصبح عندي لن الثنين زائدا لن العشرة هنا أيضا استخدم بعض الخواص عزيز الطالب اللي هو لو كان عندي لغارتم واي مرفوع للأس ان يصبح لدينا ان مضروبا بلغارتم الواي فهنا بالحالة رح يصبح عندي أقدم الاثنين حتى أستطيع أوجد قيمة لغارتم الاثنين اللي هي معلومة ضمني بالسؤال فأصبح عندي اثنين لغارتم اثنين مقسوما على لغارتم ثلاثة زائدا اثنين لغارتم ثلاثة مقسوما على لغارتم ثلاثة زائدا لن الثنين زائدا لن العشرة اللي يبقى عليك عزيز الطالب هو استخدام المعلومات أسفل السؤال يعني هنا حاولنا أنه نجنبك استخدام آلة الحاسبة وأعطيتك كل المعلومات التي تحتاجها من ضمن الإجابة عن هذا السؤال فأني رح أتعوض لي عزيز الطالب اللي هو بقيمة لغارتم الاثنين وهو قيمت 3010 بالعشرة وعطيتك لغارتم الثلاف أيضا اللي هو 4771 بالعشرة الاتألاف وأعطيتك أيضا تعوض لي هذه القيم عزيز الطالب لغارتم الثلاث لغارتم الاثنين لأن الاثنين أيضا أعطيتك من ضمن الإجابة ثم من بعد ذلك الانتقال لآلية الجواب باستخدام العمليات الحسابية فمن بعد تأويض القيم عزيز الطالب وزعنا آلية التخلص من عملية الضرب وعملية الأقواس ثم من بعد ذلك إجراء عملية القسمة وهنا أنت حسب آلية المدرسة لأن هنا الموضوع في حال أنا هو في جزء من الموضوع هو استخدام آلة الحاسبة فإن كان متاح استخدام آلة الحاسبة أنا راح ألغي آلية المعلومات بالسؤال لكن في حال أعطيتك معلومات بالسؤال إذن هنا أنت مجبر عزيز الطالب الإجابة باستخدام معلومات السؤال وعدم استخدام آلة الحاسبة بعد ذلك أجري العمليات الحسابية وحيكون ناتجنا بصورة تقريبية وهو 7.4273 بالعشر تالاف ننتقل وين راح نروح وننتقل عزيز الطالب بالفرع الثاني الفرع الثاني ألا وهو أيضا جد قيمة ما يأتي وأعطيتك بالسؤال واحد مقسوما على لوغارتم 42 للأساس 6 للأساس 6 زائدا واحد على لوغارتم 42 للأساس 7 شلون أنا أوجد لو تلاحظ من ضمن السؤال أنا ما أعطيتك قيم ما أعطيتك قيم لهذا السؤال إذن أنت عزيز الطالب مجبر على أنه استخدام خواص اللوغارتمات لإيجاد الناتج بأبسط الطرق يجي الطالب يقول إستاذ شلون لمس من عندك عزيز الطالب وسرعة بديهية واستنباط للسؤال جزء من خواص السؤال ألا وهو استخدام قاعدة تبديل الأساس ليصبح لدينا الجواب ألا وهو واحد لوغارتم وين 42 للأساس 6 قال إستاذ إيش راح أسوأني أقول لك هنا راح أسوي أستخدم قاعدة تبديل الأساس واللي راح أصير لوغارتم 42 مقسوما على لوغارتم 6 بنفس الآلية وبنفس الصورة بالنسبة للجزء الآخر واحد على لوغارتم 42 مقسوما على لوغارتم 7 بعد ذلك شو راح أستخدم لو تلاحظت هنا باستنباط بعمليات حسابية أنا أعطيتك لمسة من السؤال المفروض تكون عندك انتباه اللي هو حاصل ضرب 6 في 7 يكون الناتج 42 يعني ما الغاية من آلية قاعدة تبديل الأساس ثم استخدام عملية رياضية بتحويل القسمة أي المقام هو بسط فأقلب بآلية القلب ثم استخدام خواص عمليات رياضية مع خواص لوغارتمات لإيجاد الناتج بأسرع الطرق وأبسط طريقة فهنا بالحالة باستخدام القلب راح يصبح عندك لوغارتم 6 مقسوما على لوغارتم 42 هذا بالتأكيد باستخدام تحويل عملية القسمة إلى عملية ضرب وهنا راح يصبح عندي لوغارتم 7 مقسوما على لوغارتم 42 أستخدم خواص بآلية جمع الكسور وإنت عندك قاعدة عزيز الطالب عنده جمع الكسور انتباه على المقامات إن كانت متوحدة المقامات نجمع أو نطرح البسوط وإن كان المقامات مختلفة إذن يجب توحيد المقامات بأخذ المضاعف المشترك الأصغر للمقامات وهنا بالحالة لو ألاحظ المقامات متساوية إذن هنا راح يكون عندي لوغارتم لوغارتم 42 أخذت واحد من المقامين ليصبح لدينا لوغارتم 6 زائد لوغارتم 7 زين أنت عندك خاصية عزيز الطالب لو كان لديك لوغارتم x للأساس مثلا وهنا لو لاحظ هنا لوغارتمات عشرية إذن الأساس هو الأساس عشرة راح يكون عندي زائد لوغارتم y راح تصبح عندي لوغارتم x مضروبا في y هذا هنا راح أستخدم هذه الخاصية فرح يصبح عندي لوغارتم 6 في 7 مباشرة تقدر تكتبها 42 مقسوما على لوغارتم أيضا 42 بإجراء الاختصار والتبسيط وبالتأكيد راح تجاوبني عزيز الطالب ألا وهو يكون الناتج عندي وهو قيمته واحد هذا ما يتعلق بالنسبة للسؤال الأول ألا وهو جد قيمة ما يأتي ما أخذنا جزء من أسئلة تكملة الفصل الأول ألا وهو اللي قالت مات ننتقل لآلية الفصل الثاني عزيز الطالب والفصل الثاني ضمن المادة المكيفة عزيز الطالب وهو أنت درست بالمراحل السابقة المتتابعة الحسابية وكيفية إيجاد أي حد من حدود هذه المتتابعة الحسابية وضمن تكييف مادة الخامس العلمي للفصل الثاني هي تبدأ من آلية الأوساط الحسابية ثم انتقال إلى مجموعة المتتابعة الحسابية وتكملة التمارين بشكل كامل ثم الانتقال إلى المتتابعة الهندسية ما يتعلق بالنسبة للسؤال الثاني وذكرنا به إذا أدخلنا سبعة أوصات سبعة أوصات حسابية بين ثلاثة وسبعة وعشرين عند الذكر أوصات حسابية إذن أصبحت المتتابعة هي متتابعة حسابية ومحصورة بين ثلاثة وسبعة وعشرين إذن حددت الحد الأول هو ثلاثة والحد الأخير هو سبعة وعشرين وأنا منطيق تحديد الأوساط ألا وهي سبعة أوصات يعني هنانا رح يكون أنت استنتاج لعدد حدود هذه المتتابعة التي سوف يكون عدد حدود هذه المتتابعة هو عدد الأوساط زائداً اثنين لو أذكر ماذا نقصد بالعدد اثنين بالتأكيد نقصد العدد اثنين هو الحد الأول والحد الأخير فسوف يصبح عدد حدود هذه المتتابعة الحسابية ألا وهي تسعة حدود أي بمعنى يمكن استنتاج معرفة قيمة الحد الأخير ألا وهو الحد التاسع والذي يكون قيمته سبعة وعشرين والحد الأول ثلاثة ذكر لي فما هذه الأوساط الحسابية هنا أريد أني أستنبط معلوماتي بالنسبة للسؤال عزيز الطالب رح يجاوبني الطالب يقول استاذ هسا أنا عندي الحد الأول اللي هو ثلاثة عفية عليك وردة قال استاذ وعندي الحد الأخير اللي هو الحد التاسع واللي هو سبعة وعشرين واضح لكن لو ألاحظ قيمة أساس المتتابعة الحسابية مجهول يسأل الطالب يقول شلون أرفت آن التسعة أقول لي انت بآلية ادخلنا سبعة أوصات حسابية رح تقول لي عدد الحدود يساوي عدد الأوساط زائد اثنين وبالتأكيد عدد الأوساط هي سبعة زائد اثنين وحيكون عدد حدود هذه المتتابعة هو تسعة زائد هسا اللي أريد آني كيفية إيجاد أساس هذه المتتابعة الحسابية ثم من بعد ذلك الانتقال لمعرفة الحدود السبعة لآلية الأوساط الحسابية وثم من بعد ذلك أستنتج حدود هذه المتتابعة التسعة المتتابعة الحسابية بشكل كامل زائد شلون آني أوجد قيمة هذا الأساس بالتأكيد عزيزي الطالب هو باستخدام قانون الحد العام للمتتابعة الحسابية وانت بما أنه انت عندك معرفة الحد الأخير ومعرفة الحد الأول ومعرفة رتبة الحد الأخير اللي هو أن يساوي تسعة إذن أستطيع وأستنتج إيجاد قيمة هذا الأساس اللي أن أنت تعرف عزيزي الطالب اللي هو يولي أن يساوي أي زائد أن ناقصاً واحد مضروباً في دي زيان عني عندي قيمة الحد التاسع الحد التاسع يولي التسعة يساوي أي زائدًا شنو؟ زائدًا ثمانية دي لاحظ لأن هناك للتسعة ناقصاً واحد يساوي جد يساوي ثمانية قيمة الحد التاسع عني عندي проблемы اللي هو قيمة جد سبعة وعشرين أما الحد الأول ثلاثة زائدًا ثمانية مضلوبا بالأساس اللي هو مجهول وقيمة D عملية رياضية عزيز الطالب بإضافة نظير الجمع للعدد ثلاثة ثم من بعد ذلك القسم على ثمانية سوف يصبح لدينا 24 يساوي ثمانية D استنتج بقسم الطرفي المعادلة على ثمانية إذن D يساوي قيمة ثلاثة إذن هسا الأساس معلومة لقيمة ثلاثة عاشة الأيادي زين والحد الأول اللي قيمته اللي هو ثلاثة إذن هنا راح تكون المتتابعة عندي أو الأوساط الحسابية بشكل مباشر عزيز الطالب وراح نرجع المن لآلية جوابنا بشكل شون عدينا إليك مطبوح حتى يكون واضح بالنسبة المن بالنسبة للجواب زين ش راح يكون عندنا آلية الجواب وهو بالصورة الآتية وهو لو تلاحظ وضحنا بآلية هذا السؤال عزيز الطالب لاحظ بالنسبة لآلية الحد الأول الان وحد التاسع والدي وجدنا الأساس اللي هو ثلاثة حد الأول آني ما أنسى عندي أيضا ثلاثة فقلت هنا أنت عندك قانون عزيز الطالب اللي هو المتتابعة الحسابية أي فارزة أي زائد عندي فارزة أي زائدين ثني عندي فارزة أي زائدين ثلاثة دي وهكذا بتكملة حدود المتتابعة الحسابية فهنا شون وجدتها آني قال أستاذ الحد الأول اللي هو ثلاثة الحد الثاني هو الحد الأول زائدن الأساس أي ثلاثة زائدن ثلاثة وحيكون عندي ستة وستة زائدن ثلاثة تسعة تسعة زائدن ثلاثة اثنائش اثنائش زائدن ثلاثة وصولا إلى الحد الأخير وهو التاسع سبعة وعشرين وين الأوساط؟ أقول لك الأوساط هي عفوا السبع أوساط الأول هي مقيدة من ستة إلى سبعة وعشرين هذا ما يتعلق بالنسبة للسؤال الثاني اروح وين عزيز الطالب؟ بالنسبة للسؤال الثالث وسؤالنا الثالث دخلنا بآلية مجموعة المتتابعة الحسابية وذي يكلم السؤال جد مجموعة الحدود السبع الأولى من المتتابعة الحسابية التي حدها الأول يساوى 12 وحدها الخامس عشر يساوى 68 زين أنا إذا أريد أوجد حدها الأول وحدها الخامس عشر وأنا أريد مجموعة الحدود السبع الأولى هنا أنت عندك قانوني لإيجاد مجموعة المتتابعة الحسابية أحد القوانين أنا أستطيع أستخدمه إذا كان معلوم عندي الحد الأول والحد الأخير وبالتأكيد عدد حدود المراد جمعها أما القانون الثاني هو أستطيع أستخدمه إن كان معلوم لدي حد أول وأساس وأيضا عدد الحدود لو ألاحظ هنا بالنسبة لمعلومات السؤال جد مجموعة الحدود السبع الأولى إذن بمعنى ما طلب عندي جمع سبع حدود أي لأنا عندي سبعة ذكالة المتتابعة حسابية التي حدها الأول استخلص المعلومات إذن الأي عندي آني 12 زين وين الأساس؟ قال الأساس مجهول زين الحد السابع عندي لما يمثل الحد الأخير للحدود السبع المراد جمعها أيضا ما عندي قال أستاذ وعندي أعطاني قيمة الحد الخامس الخامس عشر يساوي ثمانية وستين ما الفائدة من الحد الخامس عشر؟ الفائدة من الحد الخامس عشر هو لإيجاد أساس هذه المتتابعة الحسابية ثم الانتقال لكيفية إيجاد جمعها إذن أول خطوة أفكر بإيجاد أساس هذه المتتابعة الحسابية وبالتأكيد أيضا بتطبيق قانون الحد العام عزيز الطالب فراح يكون جوابنا بالشكل الآتي لون لاحظ هنا بنفس الطريقة الأي يساوي 12 الان سبعة اليو للخمسة عشر ثمانية وستين والأساس مجهول استخدمت قانون الحد العام للحد الخامس عشر فأصبح عندي يولي لخمسة عشر يساوي أي زائدان 14D عملية رياضية بتعويض قيمة الحد الخامس عشر والحد الأول وبعمليات رياضية عزيز الطالب أضافة نظير جمع للعدد 12 إذن أصبح 14D يساوي 56 قسمة الطرفين على أربعة عشر لينتج لدينا الأساس يساوي جيد الأساس يساوي أربعة هسه أنتقل أحتاج لإيجاد مجموعة السبع حدود شكم طريقة عندي أقول لك أكثر من طريقة لإيجاد حاصل جمع الحدود السبع يستطيع الطالب عفواً إيجاد قيمة الحد السابع ويستخدم قانون الحد الأول والحد الأخير ألا وهو S للأن يساوي N على 2 قوس أي زائدان يولي لأن بعمليات رياضية وأوجد حاصل جمع هذه الحدود السبع أو الانتقال المن للقانون الآخر ألا وهو اللي أنا رح أستخدمه لإيجاد مجموعة السبع حدود باستخدام الحد الأول والأساس فلو ألاحظ عزيز الطالب استخدمنا قانون جمع للمتتابعة الحسابية ألا وهو S للأن يساوي N على 2 2A زائدان N ناقصاً 1 في D فهنا بما أنه أنا سبع حدود فالأن عندي معلوم اللي هو سبعة مقسوماً على ثمين الحد الأول الأي اللي هو قيمته 12 عزيز الطالب زائدان N ناقصاً 1 الآن عندي سبعة فسبعة ناقصاً 1 مضلوباً بقيمة الأساس ألا وهو سبعة عملية رياضية هنا كان الناتج 24 هنا رح يكون عندي الناتج 6 6 في 4 أيضاً 24 24 زائدان 24 رح يكون الجواب 48 فبإيجاد الاختصار والتبسيط مع الاثنين مع الاثنين مع الاثمانية واربعين أصبحت 24 وحاصل ضرب 24 في سبعة يجي يجاوب الطالب اللي هو 168 بس من باب التوضيح بس من باب التوضيح عزيز الطالب في حال عدد حدود المتتابع عدد فردي في عالية الجمع دا أتكلم مقسوماً على اثنين لا تحول المقدار إلى صيغ عشرية مو خطأ نعم الجواب صحيح لكن أفضل في حال موجود حاصل ضرب بمقدار ثاني أي محتمل أنه بخطوات متقدمة أنه يمكن أن يكون هناك عملية اختصار فلا تحول مثلاً يجي الطالب يجاوب يقول أستاذ سبعة تقسيم اثنين ألا وهي ثلاثة ونص أي بمعنى ثلاثة بوينت خمسة ليس خطأ في آلية الجواب نعم ثم من بعد ذلك وأيضاً سيؤدي إلماً لجواب نفس الناتج لكن نفضل على أنه بقي بصيغة الكسر ثم بالخطوات المتقدمة محتمل أن يكون هناك اختصار بين المقام والبسط وهذا ما أفنى بآلية سبعة على ثمين وجود اختصار بآلية ثمين مع الثمانية واربعين زين ننتقل للسؤال الرابع على وهو متتابعة حسابية حدها الثاني هنا السؤال يعتمد على خواص المتتابعة الحسابية والسؤال متتابعة حسابية حدها الثاني يساوي لو تلاحظ عزيز الطالب يساوي تسعة وحدها ما قبل الأخير يساوي أربعة وثلاثين وعدد حدودها عشرة جد مجموعها يعني ما مطلوب من عندي عزيز الطالب أنا عندي جمع حاصل جمع عشرة حدود الحد الأول مجهول لاحظ أما الحد الثاني هو تسعة وتكملت بقية الحدود العشر حدود الانتقال حدها ما قبل الأخير ألا وهو أربعة وثلاثين أما الحد الأخير ألا وهو يو للعشرة مجهول وعدد حدودها عشرة يجي الطالب يسأل يقول استاذ شلون أرفنا الحد العاشر بالتأكيد هو ذكر لي على أنه أنا أريد حاصل جمع عشرة حدود فهنا شلون راح أنا أستطيع أوجد مجموع هذه المتتابعة لو ألاحظ عزيز الطالب لا أحد أول معلوم ولا الأساس معلوم زين شلون راح أوجد ناتج حاصل جمع الحدود العشرة لهذه المتتابعة هنا راح نعتمد على خواص المتتابعة الحسابية خاصية من خواص المتتابعة الحسابية عزيز الطالب أي بمعنى حاصل جمع الحد الأول زائدا الحد الأخير للمتتابعة الحسابية يساوي حاصل جمع حدها الثاني زائدا حدها ما قبل الأخير يعني هنا أعطاني الحد الثاني وأعطاني الحد ما قبل الأخير استنبط من هذه المعلومة إذن آني حاصل جمع حدها الثاني مع حدها ما قبل الأخير هو يساوي حاصل جمع حدها الأول مع حدها الأخير وعدد الحدود ألا وهي عشرة حدود فهنا بهذا السؤال عزيز الطالب سوف يكون الجواب بالصيغة الحد الأول زائدا الحد الأخير يساوي الحد الثاني زائدا الحد ما قبل الأخير وهنا سوف يكون الآن لدينا عشرة عشرة على اثنين الحد الأول هنا ليست تسعة هي قيمة الحد الأول عزيز الطالب لكن هنا استنبطت ضمن خاصية يعني حاصل جمع الحد الأول زائدا الحد الأخير هو يساوي حاصل جمع الحد الثاني زائدا الحد ما قبل الأخير يساوي تسعة زائدا أربعة وثلاثين ويساوي ألا وهو تلاثة واربعين عزيز الطالب مضروبا بخمسة يكون الجواب عندي ميتين وخمستاش هذا ما يتعلق بالنسبة للسؤال الرابع وفكرته كلش فكرة حلوة بجزء من عدم ضمن خواص المتتابعة الحسابية ننتقل للسؤال الخامس والسؤال الأخير من الاختبار الأسبوعي لمادة رياضيات لطلبة الصف الخامس العلمي بالفرعين الأحيائي والتطبيقي السؤال الخامس لتكون يولي الأن سالب ثلاثة أربعة دعش إلى ثلاثة وخمسين متتابعة حسابية جد مجموعها لو ألاحظ لإيجاد حاصل جمع هذه المتتابعة الحسابية ألا وهي مجهول عدد حدودها مجهول عدد حدودها إذن ملزم أني حتى أوجد حاصل جمع هذه المتتابعة الحسابية يجب معرفة عدد حدودها زين ما نعرف عدد حدودها بالتأكيد أني لدي قيمة الحد الأخير لهذه المتتابعة استطيع لدينا الحد الأول لدينا يمكن استنتاج آليات أساس المتتابعة الحسابية يبقى لدينا مجهول ألا وهو قيمة الأن باستخدام قيمة الحد الأخير استنتاج الحد الأول عزيز الطالب هنا بالنسبة للجواب الحد الأول يساوي سالب ثلاثة الأن مجهول الأساس بخواص المتتابعة الحسابية يولي الاثنين ناقصا يولي الواحد سيكون أساس هذه المتتابعة هو سبعة أما قيمة الحد الأخير يولي الأن يساوي ثلاثة وخمسين باستخدام قانون الحد العام للمتتابعة الحسابية رح يصبح ادنيون للأن يساوي زائدا الناقصا واحد في دي فرح يكون جوابنا وهو ثلاثة وخمسين يساوي سالب ثلاثة قيمة الحد الأول زائدا الناقصا واحد في مضروبا بالأساس سبعة إضافة نظير جمع للعدد سالب ثلاثة سوف يصبح لدينا بالطرف الآخر ستة وخمسين أوزع السبعة على القوس أتخلص من عملية الضرب ليصبح لدينا سبعة أن ناقصا سبعة أيضا إضافة نظير جمع للعدد سالب سبعة ليصبح لدينا سبعة أن زائدا سبعة أن يساوي ستة وخمسين زائدا سبعة عمليات رياضية إذن قيمة الآن يساوي تسعة إذن هنا استطعنا معرفة عدد حدود هذه المتتابعة الحسابية ألا وهي تسعة حدود ماذا سوف أستخدم أي قانون بآلية إيجاد جمع هذه الحدود التسعة أقول لك عزيز الطالب هنا أنت مخير يمكن استخدام قانون الإيجاد المتتابعة الحسابية باستخدام الحد الأول والحد الأخير أو يمكن استخدام قانون لأن أنت هنا عندك معرفة بالحد الأول ومعرفة بالأساس ومعرفة بعدد حدود المتتابعة الحسابية ألا وهي تسعة حدود وهنا سوف يكون نستخدم القانون عزيز الطالب استخدمنا القانون المبسط على وهو S لل N يساوي N على ثمين مضروبا بالحد الأول زائدا حدها الأخير على وهو الحد التاسع الذي قيمته سالب عفونا ثلاثة وخمسين فسالب ثلاثة زائدا ثلاثة وخمسين رح يكون الجواب عندي خمسين بإيجاد اختصار وتبسيط ثمين مع الخمسين رح يكون خمسة وعشرين وحاصل ضرب خمسة وعشرين مضروبا في ميتين وخمسة وعشرين رح يكون جواب آلية جمع الحدود التسعة هو ميتين وخمسة وعشرين عزيز الطالب هذا ما يتعلق بيش بالنسبة بالنسبة لآلية الاختبار الافتراضي لطلبة الصف الخامس العلمي بالفرعين الأحياء والتطبيقي نتمنى لكم التوفيق عزيزينا الطلبة والتقال معكم إن شاء الله بدروس قادمة إلى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة